مباراة الأولى في بطولة النخبة قيمة مباراة المجموعة الثالثة بين فريق شباب إدلب وبين فريق الدمام تيم الذي خسرها فريق شباب إدلب ثلاثة أهداف مقابل هدفين يقف بجانب أحد نجوم فريق شباب إدلب فراس الحريري مباراةكم اليوم لم تكن متوقع بخسرتكم على استعدادكم من قبل هذه البطولة والله نحن كنا مستعدين بشكل جيد لكن الظروف يعني أجد عكس التيار والشباب ما أصر والله يطيعون العافية لكن بما أن المباراة الأولى فنحن إن شاء الله في المباراة القادمة نتوقع يكون الأداء أفضل وإن شاء الله نتمنى الفوز لألنا بإزراء رب العالمين نقدر نقول كابتن فراس أنه كان بالإمكان أفضل مما كان في هذه المباراة إن شاء الله رب العالمين أنه الشباب حيبزوا مجهود أكبر من اللي بازلوا اليوم ويكون اللعب يعبر عن شباب إدلب وإحنا سمينا على فكرة منتخب شباب إدلب نسبة لمدينة في سوريا تقع شمال سوريا ومنهدي فوزنا بإزراء رب العالمين إذا انتصرنا لمدينتنا الغالية إدلب الخضراء اليوم نشاهد في هذه البطولة تحديدا شباب إدلب شباب سوريا يشاركون يعني كفرق سوريا في هذه البطولة إيش يتوقع منهم يفعلون في هذه البطولة؟ والله إن شاء الله نتوقع الفوز لأحد المنتخبين طيب من تتوقع مراتك بالقادمة أحد اللاعبين أو المستوى اللي ظهرت فيه هل يتكرر بهذا المستوى؟ شوط ثاني تحديدا اللي ظهرت فيه بشكل رائع حقيقة لا إن شاء الله سيكون لسه أفضل من الشوط الثاني إن شاء الله كريمتك لللاعبين اليوم اللي خسروا في هذه المباراة؟ الله يعطيهم العافي وما أصروا الشباب ونتمنى منهم إن شاء الله يبيضوا الوجه في المرة الأدمية شكرا لك كابتن فراز وهاردك مرة أخرى سيعطيك العافي وشكرا إليك ومشكورين لشبكة الفارس العالمية ويعطيك العافي شكرا لك شكرا لك ذكرت هذه كلمة أحد نجوم فريق شباب إدلب بعد خسارتهم في براتهم الأولى أمام فريق الدمام تيم لديهم مباراة ثانية وثالثة قادرين على الانتصار وقدرين على التعويض والتأهل الآن نعود للمباراة الثالثة والأخيرة عن المشموعة الثالثة لهذا اليوم شكرا لكم اشتركوا في القناة